بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الأخ العزيز الدكتور أياد الضفيري سألني قائلا من أنت أو ما أنت يا أحمد الكاتب فأشكره على هذا السؤال وأجيبه بما يلي بسم الله الرحمن الرحيم أني بحمد الله مسلم متبع للقرآن الكريم والسنة النبوية ومحب لأهل البيت ومؤمن بخط الإمام علي والإمام الحسين في الدعوة للعدل ومحاربة الظالمين والمستبدين وأعتقد بأن التشيع الحقيقي هو اتباع أهل البيت في قراءتهم الصحيحة للإسلام في مقابل القراءة الأموية الخاطئة التي تبرر الظلم والطغيان والسيطرة على الأمة بالقوة والإكراع وهذه قراءة موجودة حاليا بين بعض المسلمين وأن التشيع ليس مجرد دعوة حب أهل البيت والسير على خطة الظالمين دعوة حب أهل البيت وممارسة الظلم والطغيان هذا ليس من التشيع وبالطبع أنا لا أغالي بأهل البيت ولا أعتبرهم مصدرا تشريعيا إضافيا إلى جانب القرآن والسنة وبالطبع لا أؤمن بأن لهم ولاية تشريعية فضلا عن الولاية التكوينية وأنزيههم عن الدعاء الإمامة الإلهية التي ينسبها الغلات الإماميون لهم ولا أصدق أبدا بما أشاع ويشيع عنهم الغلات من المعاجز الأسطورية ولا أتبع منهج البطنيين الذين يكذبون أئمة أهل البيت بنفي أقوالهم الظاهرة العلنية والإدعاء بممارستهم التقية والإمام بأمور سرية يوسوسون بها تقية في آذان الغلات لا أؤمن بذلك وأخيرا لا أجد أي مبرر شرعي يدفعني لتكذيب الإمام الحسن العسكري في رفضه للدعاء بوجود خلف له أو التصديق بدعوى الغلات والدجالين الذين دعوا وجود ولد له في السر وأنه الإمام بعده وأنه المهدي المنتظر وأنه على قيد الحياة منذ أواسط القرن الثالث الهجري إلى اليوم وإلى يوم القيامة بدون أي دليل طبعا وأعتبر هذه الأسطورة مخالفة للقوانين الإسلامية الشرعية التي تمنع من نسبة أي ولد لأي إنسان دون علمه ودون أترافه به ومخالفة لقوانين الحياة الطبيعية أن واحد مستمر في الحياة منذ ذلك اليوم إلى الآن ومتناقضة في نسبة الإمامة والغيبة الإمامة والغيبة هذه مسألة متناقضة نسبة هذه الإمامة والغيبة إلى ذلك الولد الموهوم في نفس الوقت وأعتقد أن تلك الأسطورة مضرة بالشيعة من نواحي عديدة فهي ضرت بالشيعة أكثر من ألف عام عندما خدرتهم وهمشتهم ومنعتهم من تفجير أي ثورة ضد أي ظالم بدعوة كل راية قبل راية المهدي فهي راية الظلالة وصاحبها طاغوت وحرمت عليهم إقامة أي حكومة في عصر الغيبة بدعوة ضرورة اشتراط الحاكم بصفة الأسمة والنص والسلالة العلوية الحسينية وهذه صفات مثالية خيالية لم ينزل بها الله من سلطان وعندما ترك الشيعة هذه اللازمة وآمنوا بولاية الفقيه أقام الفقهاء ديكتاتورية دينية باسم النيابة العامة لهم عن الإمام المهدي الغائب افتراضا من عندي أنفسهم من دون أي دليل وأما الضرر الثالث الذي أصاب الشيعة نتيجة الإيمان بأسطورة الإمام الغائب فهو عزلهم عن بقية المسلمين في جيتو طائفي منطقة محصورة يعني بعد تأليف العقيدة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري والتسبب في اتهام صحابة رسول الله يعني ما ترتب على الإمام بالعقيدة الاثنى عشرية التسبب في اهام صحابة رسول الله اتهام صحابة رسول الله الكرام باغتصاب الخلافة من الإمام علي واتخاذ موقف سلبي منهم إلى درجة حساب واللعن وهو ما يناقض التاريخ الإسلامي الصحيح وموقف الإمام علي وأهل البيت مواقفهم الإيجابية من الصحابة ولا سيما أبي بكر وعمر والأسوأ من كل ذلك هو إبعاد الشيعة عن مبدأ الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بدورهم السياسي الطبيعي في انتخاب الحكام ومراكبتهم ومحاسبتهم وتغييرهم كما أمر الله تعالى وقد قمت والحمد لله بإعادة النظر في التراث السلبي الموروث والمدسوس في التراث الشيائي واكتشفت بأن نظرية أهل البيت السياسية تميل وتؤمن وتلتزم بمبدأ الشورى وليس الإمام الإلهي القائم على النص والعصمة وأن لا وجود لأي ولد للإمام العسكري وأن الإمام المهدي هو كل حاكم عادل يأمر بالقصد ويكافح الظلم والجور وأن لا شرعية دينية لمن يسمون أنفسهم بالمراجع الدينيين أو الحكام الشرعيين وليست لديهم أي نيابة خاصة أو عامة عن الإمام المهدي الغائب الذي لم يولد ولم يلد وما يقال عن التقليد من أنه واجب ليس إلا بدعة متأخرة مخالفة للشرع والعقل وتشكل إنحطاطاً وتخلفاً وتبعية عمياء للرجال يشك في علمهم واجتهادهم وعقيدتهم علماً بأن الكثير منهم منحرفون عن خط أهل البيت ويتبعون الغلاة الملعونين الذين تبرأ منهم أئمة أهل البيت كالخطابية والمفضلية ومن هنا فأني أدعو لتحرير الناس من سيطرة رجال الدين والدين ليس له رجال خاصون والحكام المستبدين وتعزيز النظام الديمقراطي العادل الذي يوحد المسلمين اليوم ويتجاوز النظريات الاستبدادية السنية والشيعية التاريخية البائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته